نادي الأهلي كده محتاج بعد رجوع المعارين وبعد الصفاقات دي محتاج أي تدعيمات في صفوفه الفترة اللي جاية ولا كده خلاص نقدر نقول إنه القيمة والقوام متكامل لا نادي الأهلي محتاج باكرايت باكرايت مهم جدا بعد رحيل أحمد فتحي وجود محمد هاني بس أحمد بيك هم لعب فيها بس أنا شايف مش مكانه هيقدي آه هيقدي بس مش المكان اللي هو واحد بيلعب فيه طول عمره بيك هم طول عمره بيلعب لإما في نص الملعب لإما سردباك أو ليبرو لكن الباكرايت دي احلى عندنا مشكلة كبيرة جدا فيها لإننا فعلا ما عندي ناشي البديل لمحمد هاني كنت أتمنى إن شاء الله يعني في يناير نجيب باكرايت بس أنا شايف في الدور المصري مفيش كان نفسي نبص زي ما كان في وقت من الأقوات جبنة مثلا معلول من تونس نشوف في مغرب تونس الجزائر لعيب على نفس المستوى باكيمين لإن النادي الأهلي فعلا محتاج باكيمين ده التبعيم اللي انت شايف أن النادي الأهلي محتاج طيب لو هنتكلم عن الباكليفت معلول طبعا معلول من اللعبة المميزة جدا مش في النادي الأهلي بس أولا في الدور المصري زايد في أفريقي من الناس اللي محطوطين دلوقتي في ترشحات أحسن لعب في أفريقي معلول بيكلها المسر المسلماني بيبني عليه شغل كتير جدا هجوميا ودفاعيا بس معلول بيحب يعني يشتغل أهم حاجة مش معلول بس يشتغل المهاجم الجناح اللي بيشتغل معه بيشتغل معه ازاي إذا كان ما بكهرابة يبيلعب مثلا في المكان دوت بيشتغل ازاي إذا كان حسن لشحات برضو لو بيشتغل في الجنب ده إمتى يطلع معاه إمتى يخش جوه هو يطلع لبرة أتمنى التوفيق إن شاء الله بس معلول زي ما ببنى معلول ما عندوش أي مشكلة خالص حتى كمان لو في أي حاجة بصراحة محمود وحيد برضو من لعبة المميزين جدا لو في أي مشكلة بيلعب وبيقدي هو ده اللي بتكلم عليه إنه معلوم موجود في المحهوم نحضر محمد هاني لو مش موجود في مشكلة بتقابلك في النادي الآلي لازم نفكر الفترة الجاية مين اللي يلعب في المكان ده أو نفكر في صفقة سريعة جدا لو ملحناش في ينار في أول المسلم الجديد إن شاء الله إن شاء الله شكرا للمشاهدة